اشتركوا في القناة اتزامني مع وصول وفد وزاري إلى المحافظة قادما من الرياض وذلك من أجل ثاني أي نية لدى الحكومة بالعودة والقيام بأعمالها من مارب ويرى البعض أن القصف هدفه إيصال رسالة إلى الوفد الحكومي أننا ما زلنا قادرين على تشكيل خطورة عليكم في حال قررتم العودة والمكوثة في مارب الزيارة الحكومية اليوم إلى محافظة مارب هي أغابتهم أننا ستنقل الوزراء اليوم كانت في زيارة ميدانية وهذه أشعلت الحد في صدورهم ليبقى السؤال هل ستدعن الحكومة وفدها لتهديدات الميليشيا وتمدد فترة بقائها في الرياض أم أن العودة للوطن أصبحت لديها الآن حتمية اشتركوا في القناة